سيم الزهراني طارح سؤال يقول أبو بدر حديث الشارع الرياضي اليومين هذه إلى يوم المباراة الخطاب مكتوب يقصد تعميم وزارة الرياضة ينفذ من يوم الجمعة وإذا جمعت السبت والأحد ويوم الأثنين يوين راح ويوم الجمعة ألغيت المباريات وتأجلت علما بأنها ثلاثة أيام والخطاب الإلحاقي متى وصل وكيف سبقه الخطاب الأول وسيم بعض الأمور يعني نصيحتي للجمهور الرياضي في بعض الملفات تتقاطع فيها ملفات الرياضة مع ملفات أخرى يعني يجي الجمهور يقول لك يا أخي طب فلان جنسوه وفلان ما هذه قرارات سيادية ليس للعلاقة الوسط الرياضي فيها ومو من حق أحد يجي حاجج عادل جهات يعني العليا أنه إيش المعطيات اللي أنت اتخذ فيها القرار مع احترام وتقديري مولك بس للجميع مو شغلكم حالة حداد وصادر فيها توجيهات عليا حتى يوم الأثنين الخطاب انكتب بعدين رجعوا وعدلوا وقالوا يوم الثلاثة يعني أنت تبغى توصل يعني الأخوان كلهم اللي قاعدين ناقشونها الجزئية أنت تبغى توصل لنقطة أنه لا هي كان مفروض يوم الأثنين لم يقام أي نشاط في المملكة يوم الأثنين للتوضيح ترك الخطاب لم يقام أي نشاط لا رياضي ولا فني ولا ثقافي ولا اقتصادي أي نشاط رسمي لم يقام جمعة وسبت وأحد واثنين فرجائي الحار للجمهور العزيز التفاصيل الصغيرة هذه ما لها داعي ليه؟ لأنه صدر توجيه في هذا الأمر وكل الأجهزة تنفذ فأنت قاعد تضغط على اتحاد القدم وعلى أجهزة المسابقات ومزاة الرياضة والقرار مو عندهم يا أخي خلاص الموضوع أنت وصدر القرار والجدول تعدل وانتهى الأمر أي حديث فيه يعتبر اهدار للوقت والأعصاب استعد بس على جدولك عم اللي ماشي واللي عنده نهائي واللي عنده مبارات كلاسيكو وأي كلام زي كذا ضايع في الهواء موجة السريع لأهم الأخبار الرياضية